بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا اذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اكتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجأل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء انفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرن كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينبقون ولا يؤذن لهم فيعتذبون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفاكه وفواقه مما يشتهون قلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المهسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجربون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث هم بعده يؤمنون